اشتركوا في القناة تحية للشعب تحية للجيش تحية للأبطال تحية للشهداء ماذا فعل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حين زاروا الأهرامات قبل كده تكلمنا أن التطرف ضد الحضارة وأن التطرف والإرهاب مهمته الأساسية أن يظهر أن أنا أمه بلا حضارة وبلا تاريخ وبلا ثقافة وبلا أمجاد تليدة فضيت الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب بتكلم قبل كده وقال أن التماثيل ليست حراما ده فن نحت وليس صناعة لأوثان أو أصنام وأنه قيام الجماعات الإرهابية بهدم المتاحف وهدم التماثيل وهدم منجزات الحضارة الإنسانية السابقة هو أمر لا صلة له بالإسلام دكتور أسامة الأزهاري اتكلم في برنامج تلفزيوني وشرح وعزز هذا الرأي بمصادر علمية تؤكد أن الإسلام لم يقم أبدا بهدم التماثيل ولا بهدم المتاحف ولا بهدم الحضارات العريقة التي وجدت قبل الإسلام دكتور أسامة الأزهاري قال أن الصحابة حين فتحوا مصر قام الصحابة بزيارة الأهرامات ولما زروا الأهرامات تعجبوا من روعة الأهرامات ونقشوا أسماءهم على حجارته لكن ما حاولوش هدم الأهرامات ولا قاموا بهدم أبو الهول ولا قاموا بهدم أي تماثيل في مصر شمالا أو جنوبا إذن دكتور أسامة الأزهاري بيقول أن الصحابة زاروا الأهرامات ولم يقم أحد من الصحابة بأي عملية هدم أو يطالب بأي عملية هدم للأثار المصرية العظيمة أبو جعفر الإدريسي تحدث في مؤلفاته عن زيارة الصحابة للأهرامات وقال أنه شاف كتابات بخط الصحابة بخط أيديهم وكتبوا عبارات التوحيد على بعض الحجارة اللي موجودة في الأهرامات إنما بيؤكد أبو جعفر الإدريسي أن هم زاروها بتقدير وأنهم تأملوا هذه الروعة اللي في هذه الأهرامات ولم يقم أحد منهم بأنه يدين على الإطلاق وجود أهرامات أو وجود تماثيل أو وجود آثار فرعونية قديمة في مصر وقت الفتحة مرجع آخر في فارس لما دخل المسلمين إلى بلاد فارس ولما دخلوا إيوان كسرة اللي هو القصف الملك الفارسي إيوان كسرة وجدوا تماثيل سواء تماثيل لحيوانات خيول وغيرها أو تماثيل لبشر يعني تماثيل إنسانية لإنسان أو تماثيل أو تكوينات لبعض الحيوانات كالخيول وكان في هذا الإيوان حين فتحت فارس سيدنا سعد ابن أبي وقاص وسعد ابن أبي وقاص هو من كبار الصحابة وأحد العشر مبشرين بالجنة لم يقم سعد ابن أبي وقاص بهدم هذه التماثيل أو إزالتها لم يقم بتدمير هذه التماثيل ولا بما وجد في إيوان كسرة من حضارات قديمة ومن أشكال منها التماثيل وغير التماثيل وإنما قام وصل صلاة الفتح وصل إلى جواره مسلمون صلوات أخرى ولم يقم المبشر بالجنة سعد ابن أبي وقاص بهدم أي تمثال وجده في إيوان كسرة أيضا مرجع مهم اعتمد عليه دكتور إسامة الأزهري هو الإمام الحافظ الأندلسي الإمام الحافظ الأندلسي عنده كتاب مهم اسمه الاكتفاء في كتاب الاكتفاء للإمام الحافظ أكد صلاة سعد ابن أبي وقاص في إيوان كسرة وقال أنه ترك تمثيل لخيول ولبشر وصلة ولم يقم على الإطلاق بإزالة هذه التماثيل أو إدانتها أو الكلام عنها أنها تستحق الإزالة إنما صلى سعد ابن أبي وقاص والتماثيل موجودة في إيوان كسرة كما زار الصحابة مصر وزار الأهرامات والتماثيل موجودة وتأملوا روعة هذا البناء الفرعوني العظيم إذن من فتوى الإمام الأكبر إلى هذا التعزيز من مصادر تاريخية وفقية وسير مهمة للدكتور إسامة الأزهري بنصل إلى أن الإسلام لم يتعامل مع الآثار باعتبارها أوثان الأوثان أوثان الأصنام أصنام ما كان يعبده الناس من دون الله إنما دا غير ما تركته الحضارة القديمة وما تركه أصحاب الحضارات العريقة فالإسلام لم يكم إلا بهدم الأصنام التي كانت تعبد في مكة قبل الإسلام إنما فرق الإسلام بين الأصنام وبين النحت وبين فنون العمارة وبين إبداعات الحضارات الأخرى السابقة علشان كده في حين إن المسلمين هدموا الأصنام التي كانت تعبد في قريش إلا أن كبار الصحابة حين زاروا مناطق الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية أو الحضارة الفارسية لم يكم الصحابة بهدم أي تمثال وكان من بينهم من هو بوزن المبشر بالجنة سيدنا سعد ابن أبي وقاص ما يفعله تنظيم جاعش وما يتفعله تنظيمات أخرى وما يقوله متطرفون كثر في كل مكان هو غير صحيح وهذا هو موقف الإسلام وموقف الحضارة الإسلامية من الحضارات السابقة نهاية اتفاقية النفتة اتفاقية جديدة لأمريكا الشمالية اتفاقية جديدة بين أمريكا وكندا والمكسيك كانت اتفاقية قائمة بعلها 24 سنة اتفاقية النفتة أصل الموضاء أيام الرئيس جرجو بوش الأب كان فيه مشاكل اقتصادية في أمريكا وكان في أمريكا ركود اقتصادي كبير كانت النصيحة أننا نعمل سوق حر زي الأوروبيين معاملين سوق حر اللي بقى الاتحاد الأوروبي فيما بعد فعمله منطقة تجارة حرة اللي هي كندا وأمريكا والمكسيك منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية واختصارها والاسم المعروف به في الإعلام هو النفتة اتفاقية النفتة استفادت منها أمريكا كتير جدا ثم استفادت كندا ثم استفادت المكسيك لكن أكبر مستفيد أمريكا ثم كندا ثم المكسيك إنما بعد 24 ساعة بعد 24 سنة قرابة ربع قرن الرئيس ترامب قال لا مش عايزين نكمل في النفتة إنما عايزين نعمل اتفاقية جديدة وهذه الاتفاقية مش في مصلحة أمريكا وقال إن احنا عندنا بطالة كبيرة جدا ملايين الوظائف فقدت في قطاع صناعة السيارات نتيجتنا أصلا بناخد عربيات من الكنديين وبالتالي اتفاقية النفتة جاية علينا بخسارة فهنلغي اتفاقية النفتة ده الكلام اللي قاله المرشح ترامب ثم الرئيس ترامب من أول لحظة بيقول هلغي اتفاقية النفتة البعض كان بيقول ده خيال وإنه مستحيل يعمل كده لكن ده اللي حصل بدأ الأول يديق على كندا وعلى المكسيك بعد كده بدأ يفرط جمارك وضرائب ويغلس أكتر على كندا في هذا السياق الكنديين راحوا لمنظمة التجارة العالمية يشتكوا أمريكا الأمريكان مهتموش فالرئيس ترامب جمه تفاوض وان تو وان التفاوض هو مع المكسيكيين واحد زائد واحد ووصلوا إلى اتفاق اللي هو يعني نفتة جديدة وبعد نقال الكنديين يتنضموا إلى هذا الاتفاق يأما أن في حد زمني وحط مهلة بعد هذه المهلة مش هنسمح لكندا بالدخول كندا وفقت وانضمت لهذا الاتفاق بين إذا اتفاقية نفتة جديدة أو اتفاقية تجارة حرة جديدة تشمل كندا وأمريكا وتشمل المكسيك أو منطقة تجارة حرة لأمريكا الشمالية إنما بمعايير جديدة البعض بيقول طيب كسب إيه الرئيس ترامب من هو يعمل اتفاق نفتة جديد كسب نمرة واحد إن اللي قاله نفزه كسب نمرة اتنين إنه جعل فيه سقف لصادرات السيارات الكندية إلى أمريكا مش مساء عشرين تلاتين مليون عربية فيغرق السور الأمريكي وقف الصناعة الأمريكية والناس تقعد بطالة إنما حتى حد أقصى أكثر من كده مش هتستورد أمريكا من كندا وده بمجاب الاتفاق الجديد كمان فتح سوق كندا أمام الألبان أو منتجات الألبان الأمريكية كمان في موضوع الأخشاب وصناعة الطائرات أخذ مزايا في الاتفاق الجديد وفي نفس الوقت الجمارك اللي حطها على الألمونيوم والصلب الكندي استمرت كما هي يبقى إذا ما تراجعش في الإجراءات الحماية اللي عملها إنما زود على ذلك إنه خد مزايا في صناعة السيارات والطائرات وتجارة الأخشاب وتجارة الألبان وجعل في حد أقصى لصادرات السيارات الكندية إلى أمريكا في المجمل كان حجم التجارة لهذه الدول يفوق التريليون دولار واحد تريليون دولار إنما دلوقتي مزايا أمريكا داخل التريليون دولار دول أكبر من مزايا أمريكا في الاتفاق القديم إذن نجح الرئيس الأمريكي ترامب إنه هو يعيد صناعة أو عيد التفاوض بشأن اتفاقات النفتة وأن يصل إلى اتفاق جديد يقدم مصالح أمريكا على مصالح الشركاء الكنديين والمكسيكيين بريطانيا تنشئ جيشا إلكترونيا لمواجهة روسيا الهجمات الإلكترونية اللي موجودة في دول كتيرة جدا دلوقتي بقت حديث العالم واهتمام العالم يترى مين اللي بيعمل هجمات إلكترونية يترىها تصل إلى أين البعض بيقول إنه ممكن تكون بعد كده على مفاعلات ناوية وممكن تؤدي إلى كوارث كبرى في العالم الاتجاه الغربي الآن تحميل روسيا المسئولية في الهجمات الإلكترونية التي حدثت مؤخرا مثلا في أمريكا هجمات إلكترونية على الحزب الديمقراطي هجمات إلكترونية في انتخابات 2016 انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 في فرنسا فرنسا بتقول أنه حصل هجمات إلكترونية على قمر صناعي عسكري هذا القمر هو إيطالي فرنسي إنما تم اعتراضه وتم الهجوم عليه إلكترونيا بالنسبة لألمانيا بتقول في هجمات إلكترونية حصلت على البرلمان الألماني وعلى وزارة الدفاع الألمانية وعلى وزارة الخارجية الألمانية هنا بقى مستوى عالي جدا كلم هجمات إلكترونية على وزارة الدفاع وزارة الخارجية البرلمان الألماني قبل كده نتكلم في فرنسا على أمر عسكري وهذا القمر العسكري إيطالي فرنسي ومع ذلك تم التجسس عليه وتم الهجوم عليه إلكترونيا واعتراض عمله هولندا هولندا بتقول أن روسيا وراء أن فيه هجمات إلكترونية على موقع منظمة حظر الأسلحة الكيموية نيجي لكندا كندا بتقول أن وقت موضوع الكلام الإعلامي عن أن لاعبين أو رياضيين روس استخدموا منشطات فكندا بتقول أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تم الهجوم عليها إلكترونيا نيجي لبريطانيا أن مضال بريكزيت نفسه التصريط على خروج بريطاني الاتحاد الأوروبي فيه كلام أنه كان فيه حرب إلكترونية من روسيا لدفع الناس للخروج من الاتحاد الأوروبي لذلك لو إحنا أوجزنا أمريكا الحزب الديموقراطي انتخابات 2016 فرنسا قمر عسكري ألمانيا برلمان دفاع خارجية هولندا منظمة حظر الأسلحة الكيموية كندا الوكالة الخاصة مجافحة نشطات اللي هي العالمية بريطانيا البريكزيت كل هذه الهجمات من أمريكا إلى بريطانيا من ألمانيا إلى هولندا من فرنسا إلى دول أخرى كل هذه الاتهامات تتجه إلى دولة واحدة هي روسيا روسيا تنفي إنما الغرب بدأ يتعامل إن في حرب إلكترونية هذا الأسبوع بريطانيا قررت أنها تنشئ جيش إلكتروني من ألفين موظف هيشتغلوا طول الوقت في إطار مكافحة أي هجمات إلكترونية أو الهجوم الإلكتروني المضاد القيام بهجمات إلكترونية مضادة إذن لدينا جديد ضمن الحرب الإلكترونية العالمية بريطانيا تنشئ جيشا إلكترونيا من ألفين موظف لمواجهة الهجمات الإلكترونية الروسية عليها حافظ الله الجيش حافظ الله مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر